ما تخافش على الأهلي أهلا بحضراتكم جديد شفنا في الغربال كل ما سبق عرضه لكن هناك دوما كلام كتير ومهم بي بعضمة لسانه دروس في لحظة الأساء بعد مباراة الأهلي الأخيرة وإعلان فقدان الأهلي فرصة المنافسة على لقب بطولة الدوري كانت لحظة فيها قدر كبير من الأساء عند لعيبة الأهلي وعند كل جماهير الأهلي وعشان هو ده النادي الأهلي إنك تلعب سبع بطولات تكسب خمسة وتطلع تالت العالم في بطولة وتخسر في الرمأ الأخير لقب واحد في بطولة الدوري في تفاصيل كتيرة جدا في أسباب هذه الخسارة الفار وغير الفار اللي تبعتوه اللي حفزتوه لكن كانت لحظة الأساء فيها دروس كتيرة جدا وفكرتنا باش مهندس في 2019 لأنه في 2019 في البطولة الأفريقية الأهلي بلعب مباراة العودة مع ساندونز اتهزم هزيمة غير طبيعية في جنوب أفريقيا وجاي عشان يعود في برج العرب ما قدرش يعود خرج من البطولة الجماهير اللي كانت ماليا استاد الجيش في برج العرب كان لها موقف بعد المباراة الكابتن خطيب بعد كده قال اللحظة دي والموقف ده هو اللي تباني عليه كل الأهلي حققوا لغاية دلوقت نفكركم بتصرف جمهور الأهلي المسؤول واللي يستحق أن كابتن خطيب يقول لك ده الشريك الدائم معانا وهو دائما سند الأهلي في ظهره نفكركم بموقف هذا الجمهور الكبير ترجمة نانسي قنقر هو أنت أنا فهم أنت جبت اللقطة دي ليه إن المسألة مش بس دي ثقافة إدارة دي ثقافة جماهير اللي هي بتتبقى ده اللي أنا بقول لك لما يكون قياداتك ملتزمة جميرك بتلتزم الأمر فيه بتتأسى أنت لازم تكون بتدي النموذج أنك لا تقبل الهزيمة لا تقبل الخطأ وبعدين ولا تقبل التبرير فيه فيه أسباب بس عملت إيه عملنا موسم التقال مرعب بعدها بنات الفرقة دي وإدرت الفرقة تبتدي تتدارك أمورها وترجع وتكسب وتحققه والحمد لله لأن إحنا وصلنا إلى هذه اللحظة حاجة يعني لازم نفخر بها كلنا ولازم نفهم أنك خد بالأسباب ولما كلمة خد بالأسباب دائما تيجي يعني حتى ادعي ادعي ربنا ولحي في الدعاء ما تجيش تدعي النهاردة تيجي بقرة صبح تقول لما أنا دعيت مبارح ما فيش حاجة حصلت يعني حتى في الأمور هي تراكمية هي في الآخر بتخليك تتحمل أعباء الحياة وبعدين لما بيجي لك المرضود افتكر بلاحظة الدعاء جات في التوقيت ده لأن تفيدك أكتر إحنا النهاردة ما بناخد بالأسباب بنشتغل بنعمل الصح وبنمشي صح وما بنعملش حاجات إرضاء وضغدغة مشاعر جماهيره بس لأ بنشتغل لأصل المضوع للكيان للنادي بنشتغل في الشيء الحقيقي مش إن أنا أقولك كلمتين تنبسط مني فيهم وحفل على حد في لحظة انتصار يبقى أنا كده عملتلك اللي إنت عايزه لأ لأنا عملتلك اللي إنت عايزه إنه نسيب النادي الأهلي ماشي في سكته بنفس الأسلوب بيتبني بنفس الطرق بيروح للجوهر مش للمظهر وإنت لازم تبقى كجمهور اللي واسق مية و كان 13 سنة دلوقتي ولا مية و 12 سنة آه 14 14 كمل بهذه الثقة وكمل في مساناة ما أقدرش أطلب من حد تاني كده أنا مش عايز بقى اللي حقولك الإعلام ولا حقولك الناس ما بتشاورش على كده ليه لإن أنا مش محتاج حاجة من حد أنا بعملي وبتاريخي كنادي أهلي لا أنا بشاور على الصح وإنت بتصدق لألي بيتعادل في لحظة غريبة وعجيبة مع الجونة بيخرج من السبق كماما ومباراة دراماتيكية غريبة لغاية المباراة الوقت القانوني بتاعها الأهلي كذبان تلاتة واحد فجأة الأمور تتحول بشكل غير عادي وبدال ما كنا بنلعب خمس دقايق وقت ضايع للحاكم رفعهم بقينا بنلعب للدقيقة مية للدقيقة مية لكن ماشي أسباب كتيرة لا مية واحد اه مية واحد لكن فجأة يظهر في الكد لقطة مش معتادة الناس استغربت هو ايه اللي بيحصل هو فيه اللي هيحصل فجأة الكابتن محمود الخطيب اللي برضو مجرد حضوره مع الفريق في الجونة في مباراة تبدو غير مؤثرة في صراع الدوري دي كانت رسالة أخرى مهمة للعيبة احنا معاكم في كل الأحوال سقتنا فيكم بلا حدود مش معنى ان احنا فقدنا فرصة الدوري انه خلاص هنطفوا والروح لا السبق مستمر واللي جاي أهم واللي جاي أصعب واللي جاي أكتر دي كانت الرسالة لكن التصرف الكبير اللي كان الناس كلها فجأة في لحظة كله انتبه انه الكابتن خطيب بينزل لأرض الملعب مش لو قط اللبس لأرض الملعب وعلى النجيلة يطلب من الكابتن سيد عبد حفيز ومستر بيتش موسماني تجميع الفرقة فجأة الناس كله حاملة وكله قال فيه ايه وثموا الرسالة نشوفها الموسم ده بوسم صعب جدا الموسم ده الموسم صعب جدا يمكن أخداسه ومواعيده اللي احنا فيه ده قطردت في حتة في العالم عشان كده أنا شاف انه انتو كلكم اتعرضتوا ليه إجهاد مش بس إجهاد مش بس مش بس إجهاد بدني إجهاد بدني وزهني الموسم ده أكتر موسم فيه يعني من بداء من تأخير الموسم اللي فات أكتر موسم في العالم في بطلات كم البطلات اللي انتو مرتوا بيها دي خلتكم يعني عندكم نوع من أنواع اللي جهات بلوكو زيني قبل البدني كمان وإحنا الحقيقة ما قدرين ده جده وإحنا كأدارة ما قدرين ده جده وأنا متأكد أن جمهوركم كمان ما قدر ده جده جمهور النادي الآلي فاهم وشايف وعارف جمهور النادي الآلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل عشان كانوا متأكد أن هو بضهركوا انتو سبب سعادة الناس الفترة اللي جاتي بزحاق الجمهور عليكم اللي حصل مرة اللي فاتي السنة دي كده انتو سبب الناس بقت سعيدة وفخورة بيكم وبالنادي الآلي وهنا عايز أقول حاجة النادي الآلي لما بيفكت بطولة النادي الآلي بينطلق منها النادي الآلي بترجعي كتير وعندنا بترجع كتير ده سبب فاهمين ده ولازم تطرحوا جمهور لو شاهدكم لو معاكم الوضع رقم وكمان فيه ظروف يمكن خارج عن ايروذاتكم واردتنا واردتكم للناس احنا بلوك الناس شايفة وعارفة بس احنا كمان من دلوقت في اللحظة بلوكوا عليها دي احنا كمان لازم نكون نفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا بزيادة شوية كان يجب نمنا بزيادة شوية كان يجب ده خلاص بس دي كورة احيانا مفيش توفيق دي كورة انا امكين برضو هعاز اكرر شكر تاني لكم وعاز اقول ان انتو كلكم محل ثقة بالنسبة لنا كبيرة جدا كل واحد فيكم زميركم اني flapกroleum جهازكم الموجود انتو محل ثقة كبيرة جدا جدا دي ниسبا لنا كما انا عاز اقول لكم حاجة اقووا تنسوا يا رجالة اقووا تنسوا يا رجالة ان ينتو حقيقة تربعية اقووا تنسوا يا رجالة ان انتو عبلا فاطلا افريقيا مرتين وارا بعض لست حصلت دي كتير اقووا تنسوا يا رجالة ان You take a third market in the world ونزية العالم تاني مرة يقول لابيكو اللي سباقكم هو ده النادي الاهلي. هو تنسوا رجالة انتو ابطال السوبة. يتنسوش ذهب. ترفع راسك انت اهلاوي. ترفع راسك انت في الاهلي. لازم تبقى فخور بدا. زي ما الاهلي فخور بيكو انتو كمان لازم مفخورين انتو جوا النادي الاهلي. طيب ده الجزء الاولاني من الحديث. بداياتا. احنا سمعنا هو قال ايه. احنا فخورين بيكو ويجب ان تفخوروا بنفسكو. ومدركين كم الاجهاد اللي انتو فيه. ارفع راسك. انت في الاهلي ده الملخص يعني. لكن انا عايز اعلق لماذا هذا المشهد. ولماذا في الملعب. لان في ناس. ايوة كنت انا سأل. نظرت في الحتة دي. يعني هو. كان يبقى فقط اللبس. يبقى فقط انها يكون في الملعب. لسبب ايه المهمين جدا. ايه. السبب الاولاني المنطقي. عايز يلحق. قبل ما يخش قط اللبس. ربما يحدث. نوع من. الحزن والانفلات وبتاعه. والعتاب. الكلام ده. هو عايز يوصل رسالة. بسرعة. قبل ما 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 الفرقة. تنزل. واللي يقلع يقلع. واللي بتدي يتكلم يتكلم. واللي عايز يقول يقول. وبتدي تاني. ارجحهم ازاي لحالة من ايه. الانتباه والتركيز. لكن انه عارف ان الجمهور هو شريك. وقال لهم جماهيركم بتصخ فيكم. واحنا بنصخ فيكم. وجماهيركم فخورة بكم. وكان مرضود اللقطة دي ايه. لما تسمع الهتافات وراها. ده مجرد ما بيقول لهم الجمهور بدأ يهتف على الحلوة والمرة معاه. قال لهم بصوا قبل ما اقولها. هو عايز يفهمهم. ايوا. اهو الجمهورة هوا من غير انا لسه ما قلتش. ايوا. عايز يقول لهم جمهوركم معاكم. لكن اللي حيتقال. في باية الكلام. ده مهم. ده مهم. اللي فات. خلاص. ومنسيش يقولهم. ولو ان ما كانش ينبغي يحصل ان في حاجات تقع مننا. كان ممكن نبقى احنا وضعينا احسن من كده كتير. في حاجات وقت من. يعني برضو حتت. لكن لا. واحنا بنخلي بالنا. بنقول الاسباب. كان يجب تركيزك يكون احسن. احسن من كده. اذا هي دعوة. حتى اللوم هنا في قدر من الوضوح. واللطف. واللطف. ما فيش تسوى. بس لا تكير لانه. لا. كان يجب تركيزك يكون احسن. اه. يعني احنا مسؤولين برضو. ايوا. على الموقف ده. ام. وده مهم جدا. ام. مشاركة الجماهير. في ان احنا شايفين كل حاجة دي حاجة مهمة جدا. ام. طيب. هي هي في ده تفسير رائع جدا من المهانس عدلي. بس انا وجهة نظري كمان اللي بضيف بيها على المهانس عدلي. هو الكابت الخطيب كان حابب انه ما تحصلش لحظة انكسار. ايوا. فعايز يلحق. لا عند اللعيبة ولا عند الجمهور. ولا عند الجمهور. اه. ولا عند اي واحد اهلاوي. كان مهم يسمعه. ولذلك حتى التعبير بتاع ارفع راسك انت اهلاوي. ده تعبير في قدر عالي بين الشموخ والكبرياء. والروح الرياضية. الروح الرياضية اللي ما ينفعش لما تفقد لقب تنكسر وتنهزم. لانك هتخسر اكتر. هي دي رسالة اهلاوي رياضي. او رياضي اهلاوي. المعنى العام في الرياضة. اخسر وانت رفع راسك. وبتجاوب لماذا هذا الكلام في الملعب. ولللعيبة على ارض الملعب في النجيلة. لانه مش معتاد. هو هي اللقطة. هو الطبيعي انه يدخل قط اللبس. بس غير الطبيعي انه ينزل ارض الملعب. فاللحظة استثنائية. عشان كده الشكل فيها استثنائي. وكان فيه تنطوع على رسائل. وفيها رسائل. ومسافر الكابت الخطيب رغم كل ظروف دي. مسافروا الجونة مع الفرقة ورا الفرقة. علشان يكون معهم في اللحظة دي. ايا كانت النتيجة. يعني انا في تقديري. الان لو كان المباراة خلصت تلاتة واحد زي ما هي. كانت اللعيبة هتسمع نفس الكلام. والكابت الخطيب هيعمل نفس اللي حاجة. لسبب بسيط. لحظوا انه جاي مرتب افكاره في ورقة. ايوة. فدي ملاش علاقة بالنتيجة. مش عشوائية. اما ملاش علاقة بالنتيجة لها. دي ليه علاقة بالمسئولية. ليه علاقة بالمسئولية عن الظرف ده. ليه علاقة ازاي انا بحمي فرقتي من الانكسار. ازاي انا بوقف جمهوري بمعنويات عالية. ازاي مش هسيب جمهوري ولا سيب لعبتي الناس هتضغط عليهم. وهتعيرهم وتحسسهم ان الدنيا بازت. رغم انك انت اواخد ست بطولات او خمس بطولات وبرونزيت العالم. من السبعة. فمش هسيب لعبتي فرصة او فريسة لاي محاولات زي كده. عشان كده الرسالة كانت متضمنة الجمهور بجانب اللعيبة. ودايما وابدا فيها تركيز او تذكير بمسألة الاهل لما بيخسر بطولة بيعرف ازاي يحور الحطام بتاع هذا الاخفاق لطاقة وقوة كبيرة جدا وقود يكمل به فترات طويلة. وقلتلكم في بداية الكلام عن الصفقات. لما ده يحصل الاهل هيرجع افريقيا يتنمي المغرب تاني. هيلعب يحقق من البطولات بالارقام القياسية اللي ان شاء الله تعالى هتخلي كل اهلاوي وكل مصري فخور انه مصر فيها هذا النادي اللي بينافس على صدارة انديتي العالم. هي دي اللحظة. لكن كمان ما اعفاش اللعيبة من المسؤولية. ودي كمان كلمة مهمة للعيبة. لانه في مباراة كتير اخسرناها. زي ما الكابت الخطيب قال لهم كان يجب ان التركيز يكون احسن. كان يجب الانتباه بتاعنا يكون احسن. فده اللوم المبطن اللطيف اللي مش عايز يجرح. اللي بيداوي. اللي بيمسح دموع لعبته. بس في نفس الوقت بيحط كل واحد يوم قدام مسؤولياته. وفعلاً لو رجعنا كتير من التفاصيل في المباريات. لأ عندنا اخطاء. عندنا اخطاء كان ممكن ما نقعش فيها. بس هي دي الكورة. لانه رجع قال لهم بس هي دي الكورة. ككابتن كبير وكواحد من امهر ان لم يكن امهر من لعب الكورة في مصر. مدرك انه في النهاية دي كورة. مش بنتكلم في كيميا. علشان تعمل معادلة كيميائية. فلازم ان هتطلع لك نتيجة حتمية. لأ. دي كورة فيها كتير من الاسباب اللي ممكن تدي اللي عليك. وفي النهاية فريق تاني يكسب لانك فقدت التركيز او لانك ما قدتش المطلوب. وبيرجع يقول لللعيبة بس سقتنا فيكو كبيرة. ده كان مهم جدا في بقية الرسالة اللي هتسمعوها. احسن مجموعة موجودة في القرى الافريقية. لان انا كنت عارف قدراتكم. وعارف انتو ازاي المجموعة دي لما مقفولة كده. يعني بنعمل ايه? اعتقد كلام ده كان حقيقي دلوقتي. وان انتو افضل ناس موجودة في القرى. عشان كده يا رجالة لازم اقول لكم انتخلوه سحق. يعني يسرق منكم فرحيتكم. والجمهور ده اللي هو بيهتفلكوا دلوقتي. بيهتفلكوا. ده ليه حق علينا. اللي احنا نفرحوا بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده. هو ليه حق علينا. الجمهور ده يا رجالة هو الشريف معنا. وهو السند. وهو معاكم صانع بطولاتكم. وبطولات النادي الاهلي من الف سماعي سبعة. الاهلي من الف سماعي سبعة بيمشي بالحب ده. بالمجموعة دي. هو ده النادي الاهلي. هو ده التاريخ الكبير. وهو ده التاريخ اللي لازم تفخره به. والناس تفخر كمان ان هي بتنتمني النادي الاهلي. جمهورنا ففور بدا. انه عارف النادي الاعلي. يعني كل كم سنة كده ممكن حاجة يعني تعدي. يا رجالة ده شيء مهم. كل اللي انا عايز انا. بص بلو ايه انا لسه اقول جملة. هم بلوها. لسه عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس. بطولات اللي جاية في طولات كتير 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 جاية. زي نفرح الناس. انا الحقيقة بس احنا هصب عنينا. مادي الاعلي. ما بيتركش. ما بيسيبش حق. انا متعايز اعلق الكلام ده. لكن كمان عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. احنا اصرنا معاكم. احنا اصرنا معاكم. احنا كنا عايزين فرقة زيكم. اجموعة زيكم. افراد زيكم. كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسع. لازم نحتفل بالعاشرة. لازم نحتفل برونزين. لازم نحتفل بالسوبر. لازم نحتفل بيكم. كما كانت فيه وقت. بالتلاحم ده اللي كان موجود. كما كانت فيه وقت. عشان كده ان تحققوا علينا النهاردة. نحن نعملك احتفالية مكرمكم فيها. احتفالية مكرمكم فيها. انتون تستحقوا ده. كلنا عايز واسب منكم. خلاص. الخلص اللي خلص. بدي هنا. فكروا في اللي جاي. فكروا في اسعاد جمهوركم. فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد. فكروا في ده. وانتو تقدروا تعبالوا ده. المجموعة دي تقدر تعمل ده. كتاب التاريخ جديد ليكم. لما ديكم تقدروا تعملوا. ارفع راسك. انت اهلاوي. كلمة الاهلي دي كبيرة جدا. كبيرة جدا. خلاص. اللي انتهى انتهى. نبصر اللي جاي رجع. ان شاء الله قريب. هنعمل حفل التكريم لحضراتك. بس نشوف الموعيد. عشان انا نزبط. معادة تكون كول لكم موجودين بطور منتخب او التبات اللي معنا المحترفين. نقدر ان احنا نزبط بس ان عادي مفيه معادة مناسبة. حتى مش عافل لسا للتباتات اللي جايت بشكلها عامل ازاي. تاني. بقفل لان انا اشكركم. واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات. وجمهوركم مقدر مجهودكم. مكنوش هو بالشكل ده. موضوع خلاص. تفكر في اللي جاي. بكرة الصبح كده كل الناس تتفكر. احنا هنعمل ايه الفترة بجاي ان شاء الله. وتقدروا تعملوا كتير. ان انتو تستحقوا ده. وتقدروا تعملوا ده. وانتو جوه النادي اللي احد. ماشي يا رجالة. هزين نقف مع بعض كلنا. وننرى الفتحة ونوع من هنا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده. اللي جاي بعمل ازاي. نوع جمهورنا بيه. يا اللي بتقول ليه ما تعملتش في قط اللبس. عشان دي. عشان هذا العهد الذي يقدمه رئيس النادي ولاعبوه الى جماهرهم. قالوهم مقدرين اللي فات ومستنيين اللي جاي. على قدر جمهوركم. وعلى قدر سيخته فيهم. لازم تفرحوه. دي رسائل مهمة جدا جدا جدا. وان الفتحة تقارت قدامك وكلك اهو. وبعدين ما تنسوش يا جماعة. هو لما بيقول اللي فات مقدرين ومخصرين ان احنا ما احتفلناش لضيق الوقت. بواحد اتنين تلات اربعة. خمسة. كل ده كان لازم نحتفل بيه. اسمعوا الكلام والتعداد بالبطولات اللي فات. لكن قالوهم ايه بقى. مهم اللي جاي. انسوا اللي فات. تعالوا لتالي ما جاي. ايه هو اللي جاي. تلات بطولات. كاس. واتنين سوبر. وربما باذن الله سوبر رابع. يعني فيه سوبر مصر يديم ما تلعبش. فيه سوفر افريقي جديد ما تلعبش. وفيه سوبر مصر حيتلعب او مش هتلعب. مع ان يعرفش بقى على ضوء الاجتماعات اللي ايه. اللي هي هتتعمل. يوم الحد. يوم الحد. هنعرف الدنيا ماشى فيه كاس وفيه سوبر. وامتى وازاي وفين والكلام ده. حسب برضو اتحاد الكرة عنده تخمة آآى قرارات والتزامات وبتع يعني ننتظر يوم الحد. اذا فيه بطولات قادمة. لابد ان احنا نعد جمهورنا. هنعمل فيها ايه. هذا حديث كاشف وهم. انتهى بعهج ووعد. ملزم بإذن الله يتحقق على أرض الواقع وكانت معاهدة الجنة معاهدة البحر الأحمر الرئيس النادي يقرى الفتحة مع الجهاز واللعيبة